سؤال رقم تسعة عندي مية وثلاثة زائد تسعة على أربعة على مية وخمسة زائد واحد على أربعة ضرب تسعة وتسعين زائد خمسة على اثنين على مية وواحد زائد واحد على اثنين هنعمل عملية توحيد مقامات أو يقول التسعة هي ثمانة زائد واحد على أربعة مشان نسهل العملية علينا بصير معي أسهل من عملية توحيد المقامات التسعة إذا هساوي ثمانة زائد واحد على أربعة على مية وخمسة زائد واحد على أربعة وهون نفس الشي هقول التسعة وتسعين والخمسة حساوية إذن تسعة وتسعين هحط كسر كبير زائد الخمسة حساوية أربعة زائد واحد على اثنين على مية وواحد زائد نص هلا هون بعد ما فرق هيصير معي تمانية تقسيم أربعة تنين زائد مية وثلاثة يعني مية وخمسة وبيصف عندي زائد ربع على مية وخمسة زائد ربع طلع البسط نفس المقام ضرب هون نفس الشي أربعة على اثنين تنين زائد تسعة وتسعين يعني مية وواحد زائد نص على مية وواحد زائد نص لاحظوا انه هي هتروح مع هي حيعطيني واحد وهي حتروح مع هي حيعطيني واحد فواحد ضرب واحد بيعطينا واحد السؤال رقم 10 عندي A يساوي 5 على 6 B يساوي 1 على 3 C يساوي 3 على 4 أوجد من أكبر من من أكبر من 100 الحل أنه سأجي قارن بين A والB هاي الأA وهي الB سأجي أضرب أو يمكنني أعمل عملية توحيد مقامات بالمناسبة كما يمشي الحال بس 3 ضرب 5 15 6 ضرب 1 يعني 6 فستنتج أنه A أكبر من B بجي بقارن الB مع C الB تلت والC تلتة ربع بضرب 4 بواحد 4 3 بثلتة تسعة فستنتج أنه كمان C أكبر من B بمعنى أنه لازم أعمل مقارنة بين A والC الA عندي إياها 5 على 6 والC عندي إياها 3 على 4 بضرب 4 ضرب 25 6 ضرب 3 18 فستنتج أنه A أكبر من C بالتالي A أكبر من C أكبر من B سؤال رقم 11 عندي A يساوي 2 على 11 B يساوي 23 و C يساوي 4 على 21 من أكبر من من أكبر من من الحل أني أنا ألجأ لأما توحيد مقامات أو توحيد البسوط أو الطريقة السريعة اللي هي 2 على 11 و 23 على 20 بضرب 20 بـ 2 بطلع معي 40 بضرب 11 بطلع معي 33 فستنتج أنه A مبدئيا أكبر من B هلا بقارن بين B والC 23 على 20 و 4 على 21 20 ضرب 4 بطلع معي 80 21 ضرب 3 بطلع معي 63 فستنتج أنه C أكبر من B إذن C كمان أكبر من B بقيا نقارن بين A والC A معيها 2 على 11 والC معيها 4 على 21 فبضرب 21 على 2 يعني 42 بضرب 11 بطلع معي 44 معيها C أكبر من A فبتالي C أكبر من A أكبر من B السؤال رقم 12 عندي A يساوي 105 على 103 B يساوي 101 على 99 والC يساوي 109 على 107 من أكبر من من أكبر من من طيب الـ A حساوية 103 زائد 2 على 103 يعني 1 زائد 2 على 103 الـ B حساوية 99 زائد 2 على 99 يعني 1 زائد 2 على 99 السي حساوية السي حساوية 107 زائد 2 على 107 يعني 1 زائد 2 على 107 فالمقام الأكبر هو الأصغر فبستنتج أنه السي أصغر من الأي أصغر من الـ B كونه مقامه أصغر شيء للـ B منعتها هي أكبر شيء إذن الـ B أكبر من الـ A أكبر من الـ C سؤال رقم 13 عندي A فاصلة B فاصلة C فاصلة C D ينتمون مجملة العداد الصحيحة Z 75 أو 57 عفوان على 10 يساوي A زائد 1 على B زائد 1 على C زائد 1 على D أو جد مجموع الـ A والB والC والD الحل 57 حساوية 50 زائد 7 على 10 أنا بدي حاول طلع مثل هذا الشكل بالتالي بصير 50 على 10 يعني 5 زائد 7 على 10 الـ 7 على 10 كونه هون في عندي 1 حساويه 5 زائد 1 على 10 على 7 هلأ أرد العشرة شو بعمل فيها بفرطاء لـ 7 زائد 3 فبتصير 5 زائد 1 على العشرة إذن 7 زائد 3 على 7 يعني 5 زائد 1 على 1 زائد 3 على 7 هلأ أرد هي بقلبة كونه هون في عندي 1 فبتصير 5 زائد 1 على 1 زائد 1 على 7 على 3 هاي عندي C زائد 1 على D فحق سوية هاي 3 زائد 4 فبتصير معنا 5 زائد 1 على 1 أو كان فيني 1 المقامات بس نفس الشي 1 على 1 على 1 أو عفوا على 4 زائد 3 على 3 يعني بصير 5 زائد 1 على 1 زائد 1 على هاي بتصير 1 زائد 4 على 3 بس نحن لازم تكون عنا هاي 1 على هلا مبدئيا إحنا استنتجنا أنه A هو تساوي 5 والB تساوي 1 لعله استنتجنا إذن A بالمقارنة تساوي 5 والB تساوي 1 بقيان عنا C والD بقتل أنا بدل ما أكمل من هون قارن هاي مع هاي فحيطل معي C زائد 1 على D يساوي 7 على 3 بالمقارنة فيني أعمل توحيد مقامات بصير C ضرب D زائد 1 على D يساوي 7 على 3 بالمقارنة بستنتج أنه D تساوي 3 وبعوضها فوق C ضرب D زائد 1 يساوي 7 بعوض هاي هون بصير معناه C ضرب 3 بنقوم هاي للطرف الثاني يساوي 6 معناته C يساوي 2 فبستنتج أيضاً أنه C تساوي 2 والD تساوي 3 فمجموعاً مع بعض بيعطيني الجواب النهائي إلى 10 هذا السؤال يعني سؤال سعينا سؤال الرقم 14 عندي A فاصلة B فاصلة C بينتن مجموعة عداد صحيحة Z 27 على 11 يساوي A زائد 1 على B زائد 1 على C أو جهد مجموع A والB والC 27 حفرقه حساويه 26 زائد 1 لا حنساوي عفوان 22 زائد 5 22 زائد 5 على 11 بشان تقبل القسمة على 11 22 حساوي 22 على 11 يعني 2 زائد 5 على 11 حقلبل هاي حتصير 2 زائد 1 على 11 على 5 رد هاي بساويه 10 زائد 1 فبتصير 2 زائد 1 على 10 زائد 1 على 5 يعني بسير 2 زائد 1 على 2 زائد 1 على 5 بالمقارنة مع هاي بسنتج انه A قيمته 2 الB قيمته ايضا 2 والC قيمته 5 فمجموعا ما بعض بيعطيني 9 سؤال رقم 15 عندي X تنتمي لبجموعة الأدات الصحيحة Z 14 على X ينتمي لZ بالتالي Sigma X يساوي قديش اذا بدو يعني اوجد له Sigma X يعني بدو يعني اوجد مجموع قواسم العدد 14 شو قواسم العدد زائد 1 ناقص 1 زائد 2 ناقص 2 ليش لانه اعداد صحيحة يعني ممكن تكون مش ممكن تكون سالبة الى آخره يعني بغض النظر شو صفيان زائد 7 ناقص 7 زائد 14 ناقص 14 مهم نلاحظ انه كل قاسم موجب له قاسم سالب فهيعطينا صفر وهذا ايضا هيعطينا صفر هيك للاخير شو ما كان الاخير هيعطونا صفر لذلك سيجما اكس يساوي الصفر السؤال رقم 16 عندي A يساوي 8 على 11 ناقص 7 على 10 زائد 13 على 27 وعندي بالتالي السلسلة 3 على 11 ناقص 3 على 10 زائد 14 على 27 تساوي قديش فانا نحن نزل برمز B لاحظوا إذا جمعت سيطلع معي 11 على 11 ناقص 10 على 10 زائد 27 على 27 فهيجمع بشكل مباشر A مع B A زائد B سيطلع معنا 8 على 11 زائد 3 على 11 يعني 11 على 11 يعني 1 ناقص 7 على 10 ناقص 3 على 10 يعني 10 على 10 يعني ناقص 1 وهي تعطيني زائد 27 على 27 مناعة 1 بتروح الواحد مع الواحد أنا بتديل B بدلالة A فبستنتج ان B تساوي 1 ناقص A